السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف العاشر المادة الكيميا احنا اخذنا المرة الماضية شباب وصبايا عن المواد العضوية بلشنا في الحديث عن المواد العضوية حكينا كالتالي تعرفنا على هذا المخطط المركبات العضوية حكينا عن المركبات الالفاتية والاروماتية حكينا بانه احنا دراستنا نحتقتصر على الهايدروكاربونات حكينا ايضا انه في عندي هيدروكاربونات مشبعة وهيدروكاربونات غير مشبعة بلشنا في الحديث بالالكانات حكينا كالتالي انه الالكانات هي مركبات هيدروكاربونية مشبعة تكون فيها ذرة الكاربون محاطة باربع روابط احادية اذا شو يعني كلمة مشبع يعني ذرة الكاربون جميع الروابط عمليتها كلها روابط احادية أنا ما في عندي لا ثنائية ولا ثلاثية كذلك الأمر تناولنا هذا المثال حكينا الصيغة العامة للألكانات هي CNH2N زائد 2 وحكينا بأنه مهم جدا محفظ كمان تناولنا هذا الجدول وحكينا بأنه هذا الجدول بمثابة الجدول الدوري للكيميا العضوية يجب عليك أنك تحفظه أول شيء حكينا الميثان تانيشي إيثان بروبان بيوتان بنتان هكسان هبتان أوكتان ونونان ودي كان هذا الجدول جدا جدا مهم أوكي بعد ذلك تناولنا مجموعة من الأسئلة حلنا السؤال الأول وحلنا السؤال الثاني وحلنا السؤال الثالث وشفنا كيف المادة ما تروحها بالكتاب اليوم بدنا نكمل حل أسئلة على موضوع الألكانات السؤال بيحكي لي اكتب الصيغة الجزائية للبروبان وأرسم الصيغة البنائية له هلأ واضح أنه أنا في عندي مصطلحين أنا في عندي إشي يسمى الصيغة الجزائية وفي عندي إشي يسمى الصيغة البنائية قبل ما أكتبهم لازم أفرق بين هذول المصطلحين إذا بدي أعرف الصيغة الجزائية بحكي كالتالي هي الصيغة التي توضح العدد الفعلي لكل نوع من أنواع الذرات فيه جزائية جزائية للألكانات للألكانات هي شو؟ هي وهو يحللنا عليها المرة الماضية كثير من الأمثلة لما أحكي بروبان مي ثان إي ثان بروبان إذن قديش عدد ذرات الكاربون في البروبان؟ ثلاثة فلما أجي أطبق هون على الصيغة العاملة للألكانات بحكي سي أن قديش بروبان بروبان رقم ثري يعني سي ثري أتش تينين بثلاثة قديش ستة زائد اتنين تمانية شو بحكي عن سي ثري أتش إيت هاي بحكي عنها الصيغة الجزائية إذن ما هي الصيغة الجزائية؟ هي الصيغة بتوضح عندي هذا المركب شو أنواع الثرات المكونة لإلو وكل ذرة قديش عددها البروبان بيحتوي على ثلاث ذرات كاربون وبيحتوي على ثمان ذرات هايدروجين أوكي هلأ نيجي إلى مفهوم الصيغة البنائية ماذا أقصد بالصيغة البنائية؟ الصيغة البنائية هي تعبير بالرموز عن المركب تبين نوع الزرات المكونة له وعددها وكيفية ايش توزيعها يعني لاحظ لما نحكي هون نوع الزرات يعني زي الصيغة الجزائية عددها برضو نفس الصيغة الجزائية لكن كيفية توزيعها يعني شكل هاي الزرات في الفراغ كيف؟ أنه أوكي يا عمي أنا فهمت أنه البروبان هو عبارة عن C3H8 لكن كيف ضرات الكاربون مرتبطين ببعض؟ كيف ضرات الهيدروجين متوزعين على ضرات الكاربون في البروبان هذا هو المقصود بالصيغة البنائية يعني مثلا أنا عندي هون C3 يعني عندي كم من ذرة من الكاربون عندي ثلاثة فبحكي كالتالي واحد هاي ذرة الكاربون الأولى وهي ذرة الكاربون الثانية C3 وهي ذرة الكاربون الثالثة أنا بحكي عن بروبان أنا بحكي عن بروبان يعني أنا بحكي عن الكان يعني أنا بحكي أنه جميع الروابط المحاطة بذرة الكاربون هي روابط أحادية ذرة الكاربون الأولى في رابطة أحادية مع ذرة الكاربون الثانية رابطة أحادية مع ذرة الكاربون الثالثة هلأ بدي أوزع شو بدي أوزع الهايدروجين كم ذرة هيدروجين عندي أنا عندي تمام ذرات هيدروجين فبحكيه كالتالي هلأ بحكي ذرة الكاربون الأولى عاملة عندي رابطة أحادية مع ذرة الكاربون الثانية هلأ هي بحاجة علشان تستقر إنها تكون عندي أربع روابط فبتروح بتكون عندي يجب أن تتصل بثلاث ذرات من الهايدروجين علشان تستقر رابطة رابطين ثلاثة أربعة استقرت أول ذرة نعم نيجي لثاني ذرة اللي هي ذرة الكاربون الثانية مرتبطة بهون رابطة أحادية ومرتبطة بهون رابطة أحادية مع ذرات الكاربون يلي جايين على الأطراف هي علشان تستقر بحاجة إنها ترتبط كمان أيضا مع ذرتين هيدروجين نيجي لآخر ذرة اللي هي الكاربون نفس الكاربون الأولى هي بحاجة أن تكون ثلاث روابط هل جميع الروابط اللي عندي هون أحادية طبعا أنا بحكي عن بروبان أنا بحكي عن ألكان يعني أربع روابط وحادية مشبع نيجي نتأكد أنه أنا عندي ثمان ذرات هيدروجين قعد واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية شايفين هذا الشكل يا شباب هذا بحكي عنه صيغة صيغة إيش؟ بنائية إذن الصيغة البنائية هي بتفرجيني كيف شكله للمركب كيف كيفية توزيع الظرات فيه بتبين لطريقة الترابط فيه كيف شكله الفراغي أوكي؟ ممكن أنا أعبر عنها بصورة تانية يعني هون ذرة الكاربون بكم من ذرة هيدروجين مرتبطة؟ هي مرتبطة بثلاث ذرات هيدروجين من الممكن أنا أكتبها بصورة مختصرة كالتالي CH3 بنزل الرابطة هاي بنزلها ذرة الكاربون الثانية بكم من ذرة هيدروجين مرتبطة؟ بثنتين بحكي CH2 كمان بنزل الرابطة ذرة الكاربون الثالثة بكم ذرة هيدروجين مرتبطة؟ بثلاث إيش؟ بثلاث ذرات هيدروجين فبحكي CH3 هاي نفسها لكن هاي بصورة مختصرة أوكي؟ نيجي هلا لاحظ أنه أنا ذرات الكاربون متتالية ذرات الكاربون جايين ورا بعض أنا علشان هيك بحكي عنها هاي على شكل سلسلة متصلة ذرات الكاربون متتالية متصلة ورا بعضهم البعض جايين على شكل سلسلة أوكي؟ هلا هاي السلسلة بدي شبه لك إياها كالحبل زي الحبل هلا هذا الحبل لو أنا أطعش أنا طرفه للأسفل أطعش طرفه للأعلى بيضلوا متصل بيضلوا سلسلة متصلة بيضلوا حبل متصل طب كيف يعني أنا بدي أطعش ذرة الكاربون للأسفل؟ هلا مش في عندي هنا هون ثلاث ذرات كاربون؟ يعني لو جيت أعملتها كالتالي جبت ذرة الكاربون الأولى هيها وانزلت للأسفل هاو طلع كيف تعشتها نحو الأعلى وهي ذرة الكاربون الثانية وهي ذرة الكاربون الثالثة هيهم مش هاي الأولى وهاي الثانية وهاي الثالثة رحت مسكت الأولى Consulting وتعاشتها رحو الأعلى حُط ثلاثة ال� ba manage . هناك ال más هو حبل هذا الحبل كان مستمر كان متصل هل معنى ذلك انه اختلفت عندي الصيغة البنائية؟ ابدا ابدا طب لو جبتها من الجهة الثانية هاي السلسلة رحت طعجتها كيف يعني كالتالي رحت قلتلك انه انا في عندي ذرة كاربون هاي هاي الاخيرة شايفها رقم ثلاثة او خلينا نزلك واحد تنين هاي الاولى هاي الثانية رحت الثالثة حطيتها هون اوكي وزع الهيدروجينات هاي هاي الهيدروجين الاولى هاي الهيدروجين الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة هاي الخامسة هاي السادسة هاي السابعة هاي الثامنة هالهاي مختلفة عن هاي ابدا انا هاي الحبل اه الكاربونات متصلين اه الكاربونات جايين على شكل سلسلة اه الكاربونات جايين ورا بعضهم طبعا اما بتكون بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل يعني بانه الكاربونات بتيجي على شكل سلسلة مستمرة. شو بحكي عن هاده الشكل? بحكي عنه سلاسل ايش? مستمرة. هاد نفسو هاد نفسو هاد. التلاتة نفسو الصيغة البنائية. ممكن اعبر عهاي بالرموز كيف? بحكي مشي سي اتش ثري هيا. مرتبطة بشو? مرتبطة بسي اتش تو. مرتبطة بسي اتش ثري. ايها. كذلك الامر هاي ممكن اعبر عنها كالتالي بصورة مختصرة. سي اتش ثري. وهون احط سي اتش تو. وهون احط سي اتش ثري. لكن هاي. وهاي. نفس الشي. اوكي. تماما. هلا بدي احل السؤال رقم خمسة. بحكي في السؤال كالتالي. بحكي لي. اكتب الصيغة الجزائية للبيوتان. اوكي. وارسم الصيغة البنائية له. ام يعني بده جزائية وبده بنائية. عرفنا اللي احنا اتمكننا من تعريف كل من الجزائية والبنائية. بما انه بيوتان. بحكي كالتالي. بعد على اصابيع. انا حافظ الجدول الدوري تبعي. اللي هو هذا. انا حافظ. بحكي. ميثان. ايثان. بروبان. بيوتان. اذا بيوتان رقم شو? رقم اربعة. فبحكي كالتالي. بيوتان رقم اربعة. فبحكي. اول اشي بدي اكتب. الصيغة. ها. الصيغة. العامة. لالالكان. لالالكان. ليش انا بحكي عن بيوتان. الكان. شو هي؟ هي سي. ان. اتش. تو. ان. بلاس تو. اوكي؟ هلا هو بحكي لبيوتان. يعني انا كاربون. نمبر شو؟ نمبر فور. يعني سي فور. اتش. اربعة باتنين. تمانية. زائد اتنين. عشرة. شو اسم هاي؟ هاي شو اسمها؟ هاي اسمها الصيغة. ايش؟ جزائية. اوكي؟ طيب. هلا بدي اشوف انا الصيغة شو؟ الصيغة البنائية للسؤال. الصيغة البنائية يعني كيف شكل هاي الظرات؟ كيف برتبطة هاي الظرات مع بعض؟ انا في عندي ذرة كاربون. خنبلش. حط. هاي ذرة الكاربون الاولى. هاي ذرة الكاربون الثانية. هاي ذرة الكاربون الثالثة. هاي ذرة الكاربون الرابعة. اوكي؟ هلا باجي بوزع الهيدروجينات علشان يستقروا. ذرة الكاربون الاولى بهون في رابطة مع ذرة الكاربون التي تليها. بدها اربع روابط بحط. هاي هيدروجين الاولى. هاي هيدروجين الثانية هاي هيدروجين الثالثة هل استقرت او هل اربع روابط محيطة فيها او نيجا اللي بعديها ذرة الكاربون نمبر تو هي عاملة من هون رابطة ومن هون رابطة هي بحاجة لرابطة من الاعلى ورابطة من الاسفل كذلك الامر بالنسبة لذرة الكاربون الثالثة هيدروجينة من فوق وهيدروجينة من تحت كذلك الامر بالنسبة للكاربون الطرفية الاخيرة بدها تعمل عندي اربع روابط. هاي واحدة. هاي تنتين. هاي تلاتة. هاي ايش? هاي اربعة. شو بحكي عن هاي? صيغة بنائية. لاحظ هون في عندي بالصيغة الجزائية عشر هاي درجينات. اتأكد ان انا حالي صحيح. واحد تنين تلاتة. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هاي شو بوصفها? شو بوصفها? بحكي عنها صيغة ايش? بنائية. ماشي ماما? طيب. بيجي حدا بحكيلي. يا مس انا ما بدي احلا هيك. اتذكر الحبل. نعم? اتذكر ان احنا هون سلسلة شمالها متصلة مستمرة. اتعجلي الحبل هاد. اتعجلي الكربون الاولى مثلا رفع ليهاها لفوق. بش هي عبارة عن خط مستقيم. لو انا جبت هاي الكربوني ورفعتها للاعلى. هايضا الجزء اللي هي اول كربوني بيمثل عندي رحت رفعته للاعلى. كيف دي يصير شكلها? كالتالي. الكربون الاولى هيها. خين ارقبك اياهم عشان اسهل. هاي الاولى ماما. هاي التانية. هاي التالتة. هاي الرابعة. انا الاولى رفعتها للاعلى. الكربون حط شو? حط الهايدروجينات. هاي الهايدروجين الاولى. هاي الهايدروجين الثانية. هاي الهايدروجين الثالثة. ها یہا سريع سريع. وهاي بدها كمان هيدروجينتتين هك صارت اربعة. وهون بدها thalasse هييدروجينات صارت اربعة. اربعة روابط. هل هاي? هل هاي زي هاي? اه. شوف? مستمرة. سلسلة متصلة مستمرة. ذرات الكاربون فيها متتالية. هي ذرة الكاربون الاولى يا سيدي. وهي الثانية. هاي الثالثة. هاي الرابعة. اوكي. يعني هاي ممكن اكتبها هيك. ممكن اكتبها هيك. بيجو واحد بحكيلي. طب يا نس. ارفعيلي ذرتين من الكاربون. طلع كيف يعني. يعني كالتالي. ذرة الكاربون الاولى هيها. نزل تحت ذرة الكاربون الثانية. يعني ثبت الثانية والثالثة. والعبلي في الاولى والرابعة. الثانية والثالثة هيهم. هيهم. هي ذرة الكاربون الثانية والثالثة هيهم. الاولى خليها فوق. والرابعة نزلي ايها لتحت. للاسفل. وزع الهيدروجينات هلا. هي الهيدروجين الاولى. ها. الثالثة. هاي هون الرابعة. هون الخامسة. هون السادسة. 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 هون السادس سابع التاسع العاشرة. انا بحكي عن عشرة هيدروجينات. هل هاي? زي هاي? زي هاي? اه. سلسلة مستمرة. سلسلة مستمرة. هون. هيك بمشي معها هيك هيك. طلع? ذرات الكاربون متتالي. هي ذرة الكاربون الاولى. هي ذرة الكاربون الثانية. هي ذرة الكاربون الثالثة. هي ذرة الكاربون الرابعة. هاي كليتها بحكي عنها سلاسل. شو ما لها? مستمرة. درات الكاربون الاربعة متصلين بشكل متصل ورا بعضهم البعض. اوكي? هلأ. انا بدي ارسم كمان مرة. لاحظ انه اول مرة احنا رفعنا الكاربون الاولى نحو الاعلى. تاني مرة رفعت الاولى للاعلى والرابعة نزلتها الاسفل. طب لو بدي انا اثبت الثانية والثالثة واتحرك بالاولى والرابعة كيف يعني? يعني كالتالي. رحت هي الكاربون الثانية. وهي الكاربون الثالثة. ها. ها. رقمناك اياهم. هي الثانية وهي الثالثة. اوكي? ورحت بدي احط الاولى التنتين ارفعهم بنفس الاتجاه. ذا الاسفل اولا الاعلى. صار شكلهم زي مربع ناقص ضلع. اوكي? هاي الكاربون الاولى. وهي الرابعة. اولى تانية تالتة رابعة. حط الهيدروجينات. هاي بدها ثلاثة. هاي بدها اثنين. هاي بدها اثنين. وهاي بدها شو? ثلاثة. الاولى الثانية الثالثة الرابعة. هل هاي مختلفة عن البقية? ابدا. لاحظ. لاحظ. انه الاولى سلسلة مستمرة متصلة. الثانية سلسلة متصلة مستمرة. الثالثة سلسلة متصلة مستمرة. الرابعة سلسلة برضو مستمرة ومتصلة. هدول كلهم بحكي عنهم سلاسل مستمرة. طب لو اني انا عملت كالتالي. شوف هلا. لو اني جبت مش همي عندي اربع ذرات من الكاربون. اربع ذرات من الكاربون. لو اني حطيتهم كالتالي. هاي الكاربون الاولى. هاي الكاربون الثانية. وهي الكاربون الثالثة. ورحت مسكت الكاربون الرابعة. وغيرت موقعها. كلها شلتها. مش نزلتها الاسفل اولى الاعلى. لا. لو مسكت الكاربون رقم اربعة. وحطيتها على الكاربون اثنين. شوف. كالتالي. مش هاي الاولى. وهاي الثانية. وهاي الثالثة. اوكي. انا مسكت الكاربون رقم اربعة. حطيتها على الكاربون رقم الثانية. هون هلا. حط نزل هيدروجينات. الاولى بدأت تحتوي عندي على ثلاث هيدروجينات. هلا نجد الكاربون رقم تنين. في عندي هون رابط. رابطين تلاتة. اذا كم من ذرة هيدروجينات بحاجة عشان تستقر لذرة هيدروجينات واحدة. هاي الهايدروجينات. نيجي للثالثة. هاي واحدة. هاي ثنتين. هاي ايش ثلاثة. نيجي للاخيرة. هاي واحدة. هاي ثنتين. هاي ثلاثة. طب نيجي هلأ نمشي. عموضوع السلسلة المستمرة. هاي الكاربون الاولى. مرتبطة في الكاربون التانية. اتخيل حالي انا ماشي بطريق. بشارع. لاحظ هون الشارع فوق. ضلوا مستمرة طلع ماما هون. الشارع اللي فهيطه مستمر. هاي هاي الشارع. الشارع اللي هون ها. انا بمشي على الشارع برة الكاربون. انا ما بطلع على الهايدروجينات. انا اساسيات الشارع عندي كاربون. هاي الشارع مستمر. هاي هون الشارع مستمر. الشارع ياللي هون برضو مستمر. طلع الشارع ياللي هون برضو مستمر. بغض نظر كيف جاي شكله. لكن لمن اجي هون انا ماشي على الشارع بوقف على الذرة رقم تنين ذرة الكاربون الثانية وبحتار وين اكمل طريقة اجي هون ولا اجي هون صح؟ فهل هاي زي هدول الاربعة؟ ابدا هذا شكل جديد من الصياغ البنائية بطلق عليه وبحكي عنه سلسلة شمالها متفرعة هذا هو التفرع انه انا بيكون في عندي شارع غير الشارع اللي انا ماشي فيه كيف ممكن تفهمها هاي؟ حط اسبعتك على الشارع على الكاربوني رقم واحد وامشي ضليتني ماشية حط اسبعتك على الكاربوني هون وامشي مع الشارع صار فيه تفرع لا هون كذلك الامر هون ها طلع لكن لمن بدي اجي على اخر واحدة اللي هي السلسلة المتفرعة بوصل هون وصار فيه انا مش عارفة وين امشي امشي دغري ولا امزل للأسفل فصار فيه عندي هون شو تفرع اذا هي كانت هيك ماشية انا بدي امشي عليها على كذارات الكاربون على الشارع الرئيسي اوكي؟ لكن بوصل عن ذرة الكاربون الثاني بلاحظ بانه انا صار فيه عندي شو تفرع ها فشو بحكي على هذا النوع من انواع السلاسل بحكي عنه سلاسل متفرعة هل هاي السلاسل هل هاي السلسلة زي هاي السلسلة السلاسل المستمرة ابدا هادا شكل وهادا شكل ومن هون نحنا او بقدر اطلق عليها اسم اللي هي شو متصاوغات متصاوغات شو يعني متصاوغات؟ يعني مركبات ذات صيغة جزئية ايش؟ واحدة هاي سي فور اتشتن هاي سي فور اتشتن ارفع هون سي فور اتشتن سي فور اتشتن سي فور اتشتن كلهم لمين؟ كلهم لل ايش؟ للبيوتان كلهم للبيوتان فهلا بنزل هون عند المتصاوغات بحكي مركبات ذات صيغة جزئية واحدة لكنها تختلف في صيغتها الاش البنائية اوكي هلا انا في الامتحان مثلا هاي شو بسميها؟ بسميها متصاوغات هلا في الامتحان انا طربت منك الصيغة البنائية للبيوتان رحت اول تلك اكتب لي جميع متصاوغات البيوتان رحت كتبت لي هاي وهاي صح كتبت لي هاي وهاي صح انا فيش عندي غير سيقتين بنائيتين اللي هي سلسلة مستمرة وسلسلة متفرعة فيش عندي غير متصاوغين اوكي كتبت لي هاي وهاي صحيح كتبت لي هاي وهاي صحيح لكن كتبت لي هاي وهاي هاي يعني شوف لو اجأ رقمهم هاي الاولى هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة اوكي الاولى نفس الثانية نفس الثالثة نفس الرابعة دير بالك يعني كتبتلي هاي وهاي هم يعتبروا عبارة عن صيغة بنائية واحدة فقط كتبتلي الثاني والثالثة كذلك الأمر هم صيغة بنائية واحدة فقط لكن كتبتلي أي وحدة منهم مع الخامسة بعتبر أن أنت كتبتلي جميع المتصاوغات إذن المتصاوغات هي مركبات ذات صيغة جزئية واحدة لكنها تختلف في صيغتها البنائية لاحظوا أن البيوتان طلع عندي كم من متصاوغ كم عدد متصاوغات البيوتان تنين واحدة مستمرة أي واحدة فيهم هذول الأربعة وواحدة شمالها وواحدة متفرعة لو قلتلك في الامتحان اكتب لي جميع متصاوغات البيوتان بدك تكتب لي واحدة من هدول وهي أوكي شباب وصبايا لو جينا للمثال السابق الحلنا في بداية الفيديو يلي هو بيحكي عن مين عن البروبان قلتلك اكتب لي جميع متصاوغات البروبان لاحظ بعض المحاولات ما فيش عندي غير متصاوغ واحد ما في عندي غير صيغة بنائية واحدة لمين للبروبان إذن لو جيت أنا هلا كالتالي قلتلك ألا شو الصيغة العامة للالكان اللي هي C N H 2 N plus 2 أوكي لو نيجي هلا عندي للميثان ميثان اللي هو عدد ذرات الكاربون بتكون عندي شو واحدة اللي هي ال N حتكون تساوي عندي واحد أعطينا الصيغة الجزيئية للميثان طبق على القاعدة C 1 H 2 في 1 2 زائد 2 4 H 4 لما أجي أنا أعبر عنها على شكل صيغة بنائية ذرة الكاربون مرتبطة بكم من ذرة هيدروجين بأربع ذرات هيدروجين أوكي شو بحكي عنها بحكي عنها صيغة بنائية طبعا هو أصغر مركب عندي الميثان هلا بعد الميثان ايثان انا حفظه من الغيب ميثان بعدي شو في عندي عندي ايثان ايثان number of carbon ال D 2 لما أجي أطبق على القاعدة C 2 H 2 في 2 4 زائد 2 6 شو بدأ تعطيني ذرة الكاربون الأولى مرتبطة بذرة الكاربون الثانية وكل ذرة كاربون بحاجة أن تكون أو أن ترتبط بثلاث ذرات هيدروجين لكي تستقر ذرة الكاربون الأولى بحاجة أن تكون هون رابطة مع هيدروجين وهون رابطة مع هيدروجين كذلك الأمر هون هون واحدة مع هيدروجين وهون واحدة مع هيدروجين واحدة مع هيدروجين هاي شو بحكي عنها بحكي عنها الايثان نيجي للبروبان ذرة الكاربون عندي رقم ثلاثة انا حافظ الترتيب حافظ الجدول الدوري تبع المواد العضوية طبق على القاعدة ثري اتشو تنين في ثلاثة ستة زائد تنين تمانية اذا لما اجي انا احط لبروبان بحكي هاي الكاربون الاولى هاي الكاربون الثانية هاي الكاربون الثالثة وهي ده ترتبط مع ثلاث ذرات هايدروجين وهون مع هيدروجينتين وهون مع ثلاث ذرات شو هيدروجين ماشي ماما هذا مين هذا البروبان لو اني حاولت اطعج الاولى فوق اطعج الاخيرة تحت بطلع معاي سلسلة متصلة عدد متصاوغات كل من الميثان والإيثان والبروبان متصاوغ واحد فقط مركبات صغيرة لكن لو اني هلأ احط عن ميثان إيثان بروبان بيوتان يلي حليته قبل شوية بيوتان بيوتان نمبر اوف كاربون عندي قدي أربعة يعني الصيغة الجزائية للبيوتان شو رح تكون عندي سي فور اتش أنا بطبق على القاعدة أربعة باتنين تمانية زائد اتنين قدي عشرة أوكي والبيوتان اللي إحنا شرحناه كامل توصلنا أنه أنا في عندي كم منصيغة بنائية للبيوتان تنين أول واحدة يلي هي كالتالي هي الكاربون كاربون 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 لازم تحل بإيدك عشر ذرات هيدروجين دائما السلسلة المتصلة ما بدي أكتب سلسلة متصلة بعبر عنها بذرات الكاربون بتكون هيك بخط أفقي أسهل للنظر يعني أوكي هاي حكينا عنها سلسلة متصلة أوكي توصلنا أيضا بعد ما حلينا أو حاولنا أنه أنا في عندي شكل آخر سلسلة شو حكينا عنها سلسلة متفرعة هاي هيدروجين 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 أوكي هاي بحكي عنها سلسلة إيش متفرعة لاحظ أنه بلش يزيد عندي عدد ذرات الكاربون ولاحظ كل ما زاد عندي عدد ذرات الكاربون بلش يكون عندي صيغ بنائية أو تصاوغات أكثر يعني لو قلتلك أنا شو في عندي بعد البيوتان أنا في عندي بعد البيوتان إيش ميثان إيثان بروبان بيوتان عندي بنتان بتتوقع البنتان هيكون عندي number of carbon قدي خمسة الصيغة الجزيئية عندي أدي C 5 H 5 في 2 10 زائد 2 12 بتتوقع عدد أو متصاوغات في البنتان حتكون زي البيوتان تنتين ولا أكثر تنتين شو علاقة تنتين ولا أكثر حتكون أكثر شو علاقة عدد ذرات الكاربون بالصيغ البنائية كل ما زاد عدد ذرات الكاربون كل ما زاد عندي عدد الصيغة البلائية البنتان هلا بدي أحاول أجرب وهذا البنتان كان مفرط أريد خليت واجب إليك بس أحخلي لك الإشي الأكبر هلا البنتان عدد ذرات الكاربون عندي قدي إيش خمسة بعبر عنها كالتالي بحكي هاي ذرة الكاربون الأولى هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة هاي إيش هاي الخامسة وزع لي ذرات الهيدروجين هاي ذرة الكاربون الأولى بحاجة أن تكون ثلاث روابط مع الهيدروجين عشان يصير في عندها أربعة روابط الثانية بدها هيدروجينتين الثالثة بدها هيدروجينتين الرابعة هيدروجينتين الأخيرة بدها ثلاث هيدروجينت لو جيت تعد هاي ثلاثة وثلاثة ستة سبعة تمانية تسع عشر احد عشر اثمعشر ذرت شو ذرت هيدروجين هاي شو بحكي عنها سلسلة متصلة ذرات الكاربون كلهم متصلات ببعض شارع رئيسي واحد اوكي هلا انت جيت ترسملي اياهم هاي رفعتلي اياها لحو الأعلى هاي نزلتلي اياها نحو الأسفل الحبل طعشته هاد حبل مستقيم طعشتلي اياها من هون لأعلى طعشتلي اياها من تحت لأسفل يعني كيف يا مس يعني مثلا هاي رحت رسمتلي اياها كالتالي ثبتت هدول هاي رفعتها هاي هاي الثانية هاي شايف الأولى هايوتا شايف هاي هايوتا رفعتها وروح تنزلت الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة يا سيد الرابعة ما ايجي عبالك تكتبها هيك بدك تكتبها لفوق بدك تكتبها على جانب بدك تنزلها نحو الأسفل هاي نفس هاي اكيد سلسلة متصلة مش رح ارجع اكتب كمان اشكال سيغل السلسلة المتصلة لانه خلص المفترض الفكرة بتكون هاي دروجين هاي دروجين وهاي دروجين هل هاي زي هاي اه هاي ذرات الكاربون متصلات ما في وجد عندي تفرع انا هلأ بدي ارسم اشي فيه بتفرع اوك كيف يعني يا مس يعني كالتالي انا عندي هون ذرة الكاربون الاولى هاي هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة هاي شو هاي الخامسة اوك بدي احرك الخامسة يعني بدي انزل الاربع ذرات هدولة من الكاربون وبدي احرك ذرة الكاربون الخامسة كيف يامس يعني كالتالي هاي الاولى هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة الخامسة هاي ما بدي احطها هون متصلات انا بد ارسم سلسلة متفرعة بدي اروح انقل الخامسة احطها من هون هون هاي هاي خامسة اوك هلأ اوزع الهايدروجينات هون راح اوصل هاي ارقم لك اياهم هاي ذرة الكاربون الاولى هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة طبعا انا برقم بس عشان يعني يسهل الشرح عشان يسهل الموضوع لالك اوكي هلا انا ماشي عالشارع الرئيسي مشيت من الاولى جيت للثانية وقفت عندي الثانية صار في عندي شارع فرعي انا هيك طريقي هاي الطريقة الرئيسية اوكي هلا لمن انا وقفت هون لقيت بانه انا صار في عندي تفرع هاي شو بحكي عنها سلسلة شو مالها متفرعة هل هاي تختلف عن هاي او هاي سلسلة متصلة هلا هاي وهاي نفس الشي هاي وهاي نفس الشي لكن هل هدول التنتين نفس هاي لا هاي سلسلة متفرعة جديدة اوكي شباب يعني هاي بامكاني اعتبرها المتصاوغ الاول هاي بامكاني اعتبرها شو المتصاوغ الثاني اوكي power الرئيسية الخامسة وذرة الكاربون السابسة كيف يعني كالتالي ذرة الكاربون الأولية نزلها، ذرة الكاربون الثانية نزلها ذرة الكاربون الثالثة نزل هنو، اوكي الاولى الثانية الثالثة هلا شو صفى عندي عندي الرابعة وعنده الخامسة روحت جبت الرابعة هون وجبت هو هون بيزبطه بيزبط. شوف. لاحظ ذرة الكاربون اصبحت محاطة. بكم من ذرة كاربون حواليها? باربع روابط من الكاربون. هل تحتاج الها اني انا احط لها ذرة هيدروجين? لا. وزع هذه الهيدروجينات. هي الثانية. هي الثالثة. هي الولى. هي الثاني. هي الثالثة. هي هل هاي مختلفة عن هاي اه. انا هون عندي ثلاث ذرات كاربون لمن اجي امشي من الاولى للثانية. بوقف على الكاربون رقم الاثنين. بوقف على الكاربون رقم الاثنين. وبلاحظ بانو انا مش صار في عندي تفرعين زي هاي. هاي لمن جيت امشي صار في عندي هون كتفرعين. لكن لمن اجي امشي من هون صار في عندي كم من تفرع صار في عندي ثلاث تفرعات اذا هل هاي مختلفة عن هاي مختلفة عن هاي اه هاي سلسلة متفرعة اخرى اذا لمن طبعا هلا انت بامكانك تفنن بالرسومات يعني مثلا هوني انا حركت حركت ذرة الكاربون الخامسة وحطيتها على الثانية طب انت حركها بدل على الثانية حطها على الثالث راح تطلع نفسهاي راح تطلع نفسهاي دايما انا ببلش بالترقيم من السلسلة الاقرب للتفرع اوكي بس اداء الحكيم راح تاخد تفاصيله بالاول ثانوي اذا البنتان فعليا طلع معي ثلاث متصاوغات لو قلتلك كم عدد متصاوغات التي يمكن رسمها من البنتان بدك تطلق تحاول رسمتلي هاي رسمتلي هاي بتصاوغ واحد يعني علامة واحدة اوكي لكن فعليا بتطلع معي هاي وهاي وهاي هلا انت بالبيت ممكن ترسم عشر رسمات للبنتان لكن العشر الرسمات اللي ممكن ترسمهم كلهم يطلعوا جزء منهم يطلع كل سلاسل متصلة هاي ممكن ارسمها بطريقة اخرى هاي الكاربون لو نزلتها الاسفل ما طلعتها الاعلى نفس الشي ما بتفرق معاي اوكي لو اني بحطيت الكاربون هاي مش على الثانية على الثالثة برضو نفس الشي دائما انا ببلش بالجهة الاقرب للتفرع ببلش العد اوكي ارسم حاول مرة ومرتين وثلاثة راح تلاقي بانه الرسمتهم كلهم من المشتقات اما هاي او هاي او هاي هلا انا اللي بهمني تعرفهم انه انا كل ما زاد عندي عدد ذرات الهايدروجين كل ما زاد عندي عدد ذرات عفوا الكاربون انا بيزيد عندي عدد المتصاوغات لاحظ في البيوتان في البيوتان طلع عندي تنين في البنتان طلع عندي تلاتة لو قلتلك في الهكسان انا بتوقع راح يطلع عندي اكتر واكتر ما في قاعدة انو انا في عندي عدد لكن انت حاول هلا عندك واجب انك تطلع لكل متصاوغات الهكسان اوكي حاول حاول المادة هاي حلوة بالمحاولة اوكي هلا بدي اشوف لك كيف معروضة بالكتاب المادة هاي صفحة اربعة وخمسين تسمية الالكانات اطلعنا عليها المرة الماضية هلا صفحة خمس وخمسين اطلعنا على الجدول هاد حلينا كمان السؤال صفحة خمس وخمسين حلينا الصيغ البنائي للالكانات اللي انا شرحته اليوم صفحة ستة وخمسين ستة وخمسين هادا الجدول ببينني الميثان الايثان كيف شكلهم برضو طلعنا عليهم بستة وخمسين معرف لي شو هي الصيغة البنائية حكيلي بانه الصيغة البنائية هي تعبير بالرموز عن المركب يبين انواع الذرات المكونة له وعددها وكيفية توزيعها اوكي وتتوزع ذرات المركب عادة في الفراغ بشكل شماله ثلاثي الابعاد هادا النشاط ان شاء الله على الارض الواقع بفرجيك اياه كيف بيتم التوزيع عندي اه صفحة سبعة وخمسين السؤال اللي هون بحكيلي ارسم الصيغة البنائية البسيطة للبروبان هيوتها ونحنا شرحناه في الفيديو بعدين متطرقلي لموضوع المتصاوغات هلا نيجي الاخر ايش صفحة تمانية وخمسين في عندي هون بالنشاط انبين لي كيف السلسلة المتصلة المستمرة وانبين لي كيف السلسلة المتفرعة كيف انه هون صار في عندي ايش تفرع على كاربور رقم تو اوكي تحت النشاط شارح الموضوع ان المركبات اما على شكل سلسلة مستمرة بعضها على شكل سلسلة متفرعة هذه ظاهرة مألوف للمركبات العضوية بسميها شو تصاوغ شو يعني كلمة متصاوغات هي مركبات ذات صيغة جزائية واحدة لكنها تختلف في صيغتها البنائية في عندي هون سؤال السؤال بيحكي لي اي المركبين تتوقع ان يكون له عدد اكبر من المتصاوغات البنتان ام الهكسان انا بكون حافظ ميثان ايثان بروبان بيوتان بنتان بنتان خمسة بعد البنتان بيجي عندي شو بيجي عندي هكسان ستة ونحنا حكينا بانه كل ما زاد عدد ذرات الكاربون كل ما اعطاني متصاوغات اكثر اذا مين المتصاوغ اللي مين عفوان المركب ياللي هيكون اكبر عدد من المتصاوغات ياللي هو مين الهكسان ليه؟ لانه عدد ذرات الكاربون في اكثر شباب الصبايا حاولوا حلوا يعني الموضوع لا يكتفي انك بس تحضر الفيديو انه انت هيك درست المادة المادة هاي لازم تجربها بايدك جيب ورقة وقلم حل مرة ومرتين وثلاثة عشان الموضوع يوصل لعندك المادة جدا 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 حلو وممتعة لهون احنا حنوقف المرة جاية ان شاء الله حنبلش بالالكينات يعطيكم العافية